بدات إيجابية بدأت بالظهور في القطاع الخاص بعد تحديد الراتب التقاعدي للعمال تخفيف الضغط على القطاع العام والتسهيلات الحكومية بهذا الخصوص متابعها مع مصطفى علوش بعد أن حددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي الراتب التقاعدية للعمال المتقدمين المشمولين بالضمان وكيفية احتسابه نهاية الشهر الجاري تنتعش أولاء انعكاساته على القطاع الخاص بل ويرى مختصون في هذه الخطوة تخفيفا من التوجه نحو القطاع العام فكرة الأساسية من الضمان الاجتماعي أنه لا يوجد داعي بعد انتظر تعيين من الحكومة لأنه ما قاعد توفر القطاع الخاص رواتب أعلى من رواتب الحكومة ومن نفس الوقت رح يضمن أنه إلى تقاعد هنا بالقطاع الخاص رح يبرز رح تكون لأفكارها رح تكون لطموحاتها رح تبرز شخصيتها رح يقدر يشتغل وفق ما هو يرى صحيح هذه أهم خطوات القطاع أهم فكرات القانون وقبالة هذا التوجه يعول أن يحظى القطاع الخاص باهتمام أكبر من قبل الجهة الحكومية بزيادة التسهيلات المالية وفرص الاستثمار فضلا عن اعتماد معادلة عكسية أزاء الاستقطاعات القمرقية أو الضريبية كلما ازداد عدد العاملين في الشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية فضلا عن المعامل والمصانع كقطاع خاص نكون منظمين بسبب أنه تكون هناك كلما تكون هناك لديك عمالة أكبر كلما تكون الشركات يجب على الدولة أن تنظر بعين لا بعين أنه فقط أن تأخذ من الشركات بدون ما تعطيك كلما تكون هناك عمالة أكثر في الشركة كلما تكون تسهيلات أكبر حتى تكون للشركة التي تشغل مثلا خمسين عامل أو ستين تكون مثلا ضرائب تخف عليها حتى تساهم في عملية تشغيل أيدي عاملة وتبين دائرة التقاعد والضمان أن الراتب التقاعدي للعامل يساوي الراتب التقاعدي الحكومي باعتماد الحد الأدنى للأجر وسنوات الخدمة وغلاء المعيشة ويمثل الاهتمام بالقطاع الخاص إحدى متبنيات الحكومة في برنامجي الوزري إذا يعولوا على مثل هكذا خطوات في إنعاش سوق العمل مصطفى علوش الرابعة بغداد